مزمور 9-16 الأمم وقعوا في حفرة حفروها وفي شرق أخفه وعلقة أرجلهم رب يعرف بعدالة أحكامه والشرير يعلق بعمل يديه مزمور 10-3 الشرير يتهلل بشهوات نفسه يتفائل برفح الحرام بالظفط زي أرمية 49 يفتخرونه بالوطاية زنا رشوة سرجاجات لسلب نهب أي 4-10-4 يشمخ بأنفه ولا يسأل عن الله حلال حرامة بهموش المهم هي يكون في فلوس بلغة الفلسطينيين المهم يكون في مصاري مزمور 10-15 حتى مربع زراع الفاجر الشرير وأمح شره كأنه لم يكن اللي احنا قلنا عليها قبلك أنه هي يجتلهم كله 10-18 لتنصف اليتيم والمقهور فلا يعود الشرير يفسد الأرض ولا أي إنسان الرب يشرف على البشر من السماء ليارا علم عاقل يطلب الله ده مزمور 14-2 اللي ما بيطلبش ربنا يبا مجنون اللي بيطلب ربنا كويس مزمور 11-15 احنا قلنا 11-5 بقى رب يمتحن الأشرار والأبرار يبغض من يحب العنف يمطر على الأشرار جمرا وكبريتا طب تعالوا نشوف مين اللي هو وربنا يحبه في مزمور 15 اللي ما يعملش كذا اللي يعمل كذا اللي يصدق ويكون صادق اللي يتكلم بالحق اللي يدي الأيتام والأرامل ومحبش العار ولا نمام ولا يدي ماله بالرشوة ولا الربا ويقول الحج للناس ما يجوش لا أنت كده تبا كويس عشان يتقي شره لا ده أنا أقوله اللي في مصلحته هو حر بقى هو مش عايز لنسيرك مصلحته ده موضوع يخصه طيب تعالوا هنشوف حاجة تانية حلوة خالص ركب الرب على كروب وطار 18-11 مزمور 18-11 حلق على أجنحة الرياح جعل الظلمة سترا حوله لأنه هو نور حواليه كلها يبقى ضلمة والغيوم الدكن الممطرة ما زلته طيب بيقول إيه كمان في مزمور 17 أنا في براءتي أعين وجهك يا رب إلى إسرائيل خالق السماء والأرض وأجبع في قزتي من حضورك إحنا قلنا قبل كده عن الشبع الروحي والشبع الجسدي لا دا يغنى عن دا ولا دا يغنى عن دا اختتان الروح واختتان الجسد دا لا يغنى عن دا ولا دا طيب دعوتك يا رب استجب ليه اللي هو مزمور 17 6 احفظني مثل حدقة عينك اللي هو 17 8 وفي جناحيه في زل جناحيك استرني اللي يبقى في زل جناحينا ربنا ربنا يستره يحفظ عليه اللي بعد الشر يعمل خطايا بيبعد عن جناحينا ربنا وعن حمايته وده اللي جايله الرئيس الملكة رفاقيل في صفر الطبياء النبي دعني اقول لك الارض بتاع طابع دي دعني اقول لك من للشيطان سلطان علي أن يقتله الناس اللي عايشة زي البغال عشان ياكلوا جوز ويخلفوا زيهم زي الحيوانات وشهوات وكده ويبدول مفيش خوف والله فيهم يبقى حيحميهم ليه خليهم زي البغال يتجتلوا يقتلهم شيطان تقتلهم واحدة ساحرة ويجي بيقول مزمور 18 آية 42 يستغيسون ولا مغيس بيحول وجه عنه يدعون الرب فلا يستغيب ليه عملوا الشر دول اعداء دول مبغضية فأسحقهم كالغبار في الريح وطرحهم كالوحلة في الطرقات كده مزمور 18 آية 42 أربعة واربعين أربعة واربعين نجيتني من شعب مخاصم وجعلتني رئيسا للأمم سبعة واربعين بقى 18 سبعة واربعين حين هو الرب ومبارك خالقي وتعالى الإله مخلصي فوق كل الناس هو الله هو الذي ينتقم لي النقمة بتاع ربنا ويغضع الشعوب كلها تحت قدمي ينجيني من جميع عدائي واقتلهم ويبيدهم هو نسلهم الشرير طب نجوف هنا كمان فيه أشعية آه فيه كمان مزمور احنا لست في المزامير مزمور 21-11 يبيد الرب نسل الأشراء من الأرض وزريتهم من بين بني البشر قلنا برضو جابلك ايه انوا هيكتلهم كلهم بيقولوا كمان في مزمور 22-5 آية خمسة عليك تتوكل آباء أنا تتوكلوا فنجوا لك صرخوا فأنقصتهم أوكي الله ينعيش نفسي هنشوف كمان هنا لا تسلمني إلى خصوم يا الله ده مزمور 27-12 نلاقي بجأ فيه مزمور 28-4 جازهم يا رب شرا على أفعالهم أنا سيبك أنت اللي تنتج على ما يعملون من السيئات جازهم وعلى ما صنعت أيديهم عملهم بما يستحقون